السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله سنبدأ مع شبترة ثلاثة. شبترة ثلاثة يتكلم عن حاجة اسمها image enhancement. اللي هي تحسين الصور. طيب مبدئيا كده في الانتولاكشن كده وبقول لي اه اه الامage انهانسمنت يعني اه? is the process of manipulating the image. so that the result is more suitable than the original. for specific application. يعني انت طبعا بتبدأ تاخد الصور اللي هي فيها مشاكل. تبدأ تحسن فيها. تبدأ تعدل فيها بحيث انها تظهر بشكل يكون افضل من الشكل الاول. ويكون مناسب للشخص اللي هو عوجه. فمسلا فيه شوية اسباب كده فيقول لي اه? highlighting interesting detailing image. يعني انت بتحاول تظهر شوية details موجودة عندك في الصورة اللي انت شاهدها قدامك ديت. بتحاول تاني مثلا تعمل removing the noise. يعني مثلا انت عندك نويز موجود في الصورة. فنقاط مثلا بيدا نقاط صودة. فتحاول تشيل النقاط ديت. او بتخلي الصور بتاعتك more visually appealing. اللي هي مقبولة الى حد ما ان هي محدش يقدر مثلا يبص فيها يقول لك صوراتيات مش كويسة. فالصورة ديت فيها مشاكل. ما تخليش حد يقول لك كده. فالهدف بتاع image enhancement. انك بتعدل في الصورة دي. طيب فيه سؤال تاني حد يقول لي ايه? طب يعني ايه pre processing. فيه حد بيسمع كتير كلمة pre processing وكلمة enhancement. كلمة pre processing يا شباب انك بتدخل الصورة. اول ما بتدخل الصورة كده عندك عشان تشتغل عليها في image processing. الصورة دي مثلا لو انت عاوز تتحولها مثلا من RGB الى grey مثلا. او عاوز تعمل شوية حاجات بسيطة كده في الاول pre processing. يعني مثلا تغيق الوان. وده يعني ده اهم حاجة في الموضوع كله او اكتر حاجة بنتستخدمها في الحتة بتاعت pre processing انك بتحول الوان. او مثلا بتعمل ايه? بتعمل pre processing عشان تشتغل الصورة من background. يعني انت لما عندك مثلا صورة. بعد ما لقطتها لقيت في background كبير. وانت عاوز بعد كده الهدف بتاعك تعمل recognition. فالbackground دي هتأثر بعد كده على recognition. فبرضو من الاجزاء بتاع pre processing انك بتشتغل الصورة من background. مثال بسيط لو انت عندك عملة مثلا بتلقط عملة معينة بكاميرا. وعاوز بعد كده تعرف على العملة دي. فطبعا العملة دي لو انت لقطتها مثلا على table اللي هو يعني يعني تربيزة او حاجة زي كده. فهتلاقي ان background ظهر ورا العملة. فانت الهدف بتاعك ان تشيل background دي عشان تاخد بس العملة من الصورة. فده جزء كل ايه? pre processing board. لكن enhancement انت بقى انك تاخد الصورة نفسها دي اللي هي ال object نفسه انت طلعته ده وتبدأ تشتغل عليه بحيث انك تخليه بشكل افضل. بحيث انك تطلع منه sharp edges مثلا كده يعني. طيب في حتة مهمة جدا هنا بيقولي enhancement are problem oriented techniques. يعني ال enhancement ده يعتمد على المشكلة اللي قدامك. على حسب المشكلة اللي قدامك فانت بتحاول تبني algorithm بمناسب ان هو يحسم في الصورة اللي قدامك دي. فمسلا بيقولك مثال بسيط ان x-ray images may be not suitable for enhancing satellite images. يعني على حسب لو انت عندك صورة x-ray فانت مطلوب منك algorithm مثلا عشان تعدل في الصورة دي او تحسن فيها. مش نفس algorithm ده اللي هطبقه على صدات ال image. لا هو كل الصور بيبع على حسب ايه المشكلة اللي قدامي على حسب انا شايف ايه فيها. فانا ببني algorithm على حسب برضو ايه المشاكل الموجودة. تمام? كده? طيب. بعد كده كلمنا على حاجة اسمها ال special domain اللي هي الصورة العادية لما طبق عليها transformation عادي جدا. فالصورة اللي هي الاصلية اللي هي f of x-ray. لما طبق عليها معادلة t فيطلع لصورة جديدة ايه? g of x-ray x-ray. يعني ممكن حاجة بتغير في الوان على حسب انت هتعمل ايه بالزبط. طيب. التي دي بيبقى شكلها دايما ايه? بيبقى شكلها عبارة عن حاجة عاملة زي الفلتر ده كده. الفلتر ده او المسك ده بيعدي على الصورة كلها كده. بنعمل حاجة اسمها convolution. ايه convolution ده بقى? convolution ده انك بتاخد الفلتر ده وبتضربه في الجزء اللي هيبقى هيبقى واقف عليه هنا كده. وتجمع وتقسم على العدد بتاعهم. يعني ايه الكلام ده لو قلنا من مثال بسيط. يعني مثلا لو المربع ده زي ما هو هنا كده. فنفرض مثلا ان المربع ده اصلا يبقى في القيم معينة. عاوز اعمل مثلا ايه? average مثلا. average filter مثلا. average filter مثلا. average filter هو بيحط لي مثلا ثلاثة في ثلاثة ماسكي بالشكل ده كده. ويوم حاطط لي فيها قيم واحد 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 وكذا لحد ايه لحد الاخر واحد. بس بيقسم في الاخر على تسعة. بيعمل ياخد الفلتر ده يقوم ضربه في القيم اللي موجودة في الصورة الاصلية. بمفرض ان القيم الاصلية اللي موجودة هنا اللي هي مسلا سبعة وتمانية ماشي وخمسة وزيرو مسلا واحد واتنين واربعة وهكذا. بنعمل ايه? ايه الهدف بتاعنا? الهدف بتاعنا يعني ايه conversion بقى? باخد بقى الفلتر ده كده اللي هو الوحيد ده. وقوم ضربه في القيم دي كده ومجمعهم على بعض. ايه فهيبا الناتج بتاعك ايه سبعة زائد خمسة زائد زيرو زائد اتنين زائد واحد زائد كزا. ماشي? بعد ما نجمعهم كلهم على بعضهم كده نقسمهم على كام? هنقسمهم على الكسعة. الاسم اللي انت عملت دي الناتج اللي هيطلع بقى هيطلع رقم واحد بس. رقم الواحد هيطلع في الاخر ده هتحطه في النص هنا كده. يبقى كده ايه انت طبقت فلتر على نقطة اللي حواليه. طيب انت خلصت كده نقطة واحدة بس تبدأ تتنقل على اللي بعدها. ماشي? طبعا هو بيبدأ شباب من نص هنا هو بيبدأ من اين? بيبدأ من فوق خالص. فممكن يبدأ من هنا كده. ياخد ايه? ياخد الجزء ده كده. وبعد كده يمطبق وحاطط القيمة جده هنا. ماشي? وبعد كده يقوم ايه مطبع على اللي بعدها وهكذا بقى. واحنا ماشيين كده. ده الفلتر اللي احنا بنطبقه عشان نعمل او عشان نعمل او عشان نعدل في الصورة اللي قدامنا نخلي شكلها احسن وهكذا. هو بيبدأ من اين? هو بيبدأ من النقطة دية انها تكون في الاول. طيب هو بيعملها عشان النقطة دي لازم يكون في ايه? في جزء باقي ناقص هنا. ماشي? الجزء الناقص ده بقى بيعمله حاجة اسمها البادنج. البادنج ده ممكن يحط القيم زيرو. لو بادنج بزيرو فبيعتبر ان القيم بتاعد الصورة هنا بزيرو. طيب ممكن يعمل حاجة اسمها ان هو ياخد القيم اللي هنا. اللي في الصورة الاصلية ويعمل لها ايه? ويعمل لها ايه تكرار هنا. يعني ايه مسلا لو تفترض دي سبعة دي هتبقى سبعة برضو. او دي خمسة دي هتبقى خمسة برضو. ان انا بيعندي فلتر وابدأ اطبقه على الصورة كلها بحيس من القيم اللي في الصورة كلها هتتغير. طبعا بداية من اول ايه? من اول بيكسل. فدي البيكسل يقول له ودي البيكسل التاني. طبعا ايه يتحرك تاني مرة هيتحرك ازاي? هيتحرك كده. عشان ياخد مين? عشان ياخد النقطة التانية النقطة دي. بعد كده عشان يتحرك كمان ايه خطو عشان ياخد اللي بعدها وهكذا بقى. بيمشي حاجة اسمها يعني يعني خلص رول اول بعد كده خلص رول تاني بعد كده التالت وهكذا. تمام كده? ايه. دي الفكرة بتاعت طيب. بعد كده قال لي ايه? قال لي طالما انت هتطبق بقى او تعمل حاجة اسمها فانت عندك نوعين بقى اللي احنا كلمنا عن المرة الفاتية. يعني ايه? يعني هتطبق. يعني انا بشتغل على واحد. اه هتشتغل على واحدة ولا هتشتغل على البيكسل اللي حواليها? فلو اشتغلت على واحدة ده معناه ده بالمعادلة بتاعته وشكلها عامل ازاي? اللي هي الاس بالساوي تي اف ار. الار ديت اللي هي البيكسل الاصلية. والاس دي البيكسل اللي هي هاتي ما نيو. والتي ديت اللي هي الايه? المعادلة انت هتطبقها على البيكسل. تمام كده? طيب. ده مفهوم البوينت ايه? نيجي بعد كده بقى. هيجي لك بقى الانواع اللي هي خاصة بالتدي. فيه منها انواع كتير بقى. زي مثلا ايه? زي 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 الحاجات دي كلها ايه? انواع من هناخدها واحدة واحدة كده. طبعا ده مثال. اه ده مثال على يعني بيقول لي مثلا مسال. انا عندي مسلا في النص هي ده في نص كده. لو انت جيت مسلا pierws يعني الا اكتر من فممكن تزود بتاعته شوية لو هو مسلا كان كده. لو هي كان خط مستقيم كده يعني. فبيقول لي مسلا مثل يعني انو ده خط مستقيم لو في الاصل كان خط مستقيم كده. وانت عملت عليه الشكل ده كده. تبقى اللي انت عملته ده ايه? عملت حاجة اسمها كنتراس. انا اخدت بس جزء. خدت جزء هوت اللي هو الجزء ده كده. وعملت عليه حاجة اسمها عدلت في شؤية. يعني خليته في الكامل اللي هو مسلا مثلا وإحنا اخدنا من واحد التمانية يبقى خليته كله في من واحد التمانية. طيب في معادلة تانية في اللي هي اللي هي بتقطع على طول. اللي هي الكدي. لو كنته مسلا بعشرين. وانت بتيجي تاخد بتاعة الصورة. لو بتاع الصورة عدى العشرين خلاص واحد يبقى كنت واحد على طول. طيب لو اقل من اللي وازكر بتاعت harus بسيب زيرو على طول. الناتج بتاع الصورة ده. بيبقى ايه بيبقى باينري. زيرو وايه. يبقىragنا. لكن الناتج بتاع الصورة ده بيبقى معدل شوية في ايه. في رينج بتاع tinستي. طيب تعال نشوف بردو ايه خمسلة. طبعا دي بردو انواع فونجشن اللي هي ايه بقى. اللي الرسمة دي مشهورة جدا على فكرة. الرسمة دي فيها ايه بقى? فيها خمس. اه خمسة. نقول اللي هي اه بيسموها النوع بتاعتها يعني يعني ممكن تكون او يعني 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 عكس الصورة اللي remaining عكس الصورة بتاعتي اللي هي واحد ناقص الايه الار اللي هو الاس بتسق واحد ناقص الار. الواحد ده اللي هو ميتين خمسة واق Fifteen والار ده اللي هو ال finelyuencia. المعادلات كلها هتجي دلوقتي. طيب لو احنا قلنا مثلا الذي هو مين؟ فين الذي هو نفس الصورة الأصلية بالزبط اللي هو ده اللي هو اللي في النص د Disneyland square يعني لو دخلت القيمة على فونكشن طلعت نفس القيمة. ماشي? طيب دي فما بيعملش اي تعديل في ايه? في الامج. طيب في انواع تانية في انواع اللي هو اللوج. اللي هو اللوج والعكس بتاعه. هفين اللوج هنا? اللوج اهو. طيب من الرسمة كده واضح ان هو بيعمل ايه? ان هو بيعدل شوية في ايه? في بيعلي بتاعه. طيب يعلي ايه? طيب لو اخدت يبقى كده بايه? بيقلل في الايه? في الاضاءة بتاعتي بتاعت هو كده اللوج. هو كده اللوج لما بيرفع القيم يعني اه هو كأنه بيفتح شوية من الصورة. اه بيفتح. بيفتح من الصور شوي. هجيلك دوقتي بالتفصيل. بالتفصيل دلوقتي بتاعها بيعمل ايه? هو الهدف بتاع اللوج والانس باور ده او ان هما بيفتحه شوية. لكن في فرق ما بين الاثنين. يعني ان اللوج بيفتح اكتر من ايه? من الباور. لان الباور واقف هنا كده. ده الكيرف بتاع الباور. لكن اللوج اعلى منه شوية. فالل انت لو عاوز تفتح اكتر فانت بتايه؟ بتبدا تستعين باللوج. لو عاوز تفتح يعني ايه بس يعني بقيم اقل شوية فبتستعين بالايه? بالباورولو. طيب لو انت عاوز نفسه التيمة فبتاخد اللي في النص ده. يعني انت تتعملش اي حاجة. طيب لو انت عاوز بقى ايه? تقلل شوية في الداركنيس. لو عاوز تقلل شوية في الداركنيس فتستعين يا اما بيه يا اما بالايه? بالعكس برضو بتاع مين? بتاع اللي هو او او ايه? اللي هو الانس باور ده. ماشي? فده عكس ده. ماشي? والانفرس ده عكس مين? عكس ده. طيب تعالنا نشوف بقى التعريفات بتاعتهم بقى. هيقول لنا اول حاجة المعادلة بتاعتي بيقول للاس بيساوي ال ناقس واحد ناقس ار. هو ليه عمل ال ناقس واحد? لان اصلا احنا بنبدأ الليفل بتاعنا احنا بنقول الليفل بتاعنا بيبدأ من واحد لحدنا تمانية. بس هو فعالية لما بتجيشتغل على الصورة يبدأ من زيرو لسبعة. صح الكلام ده? مش احنا عندنا زيرو ده اللي هو البلاك والسبعة ده اعلى حاجة. في الليفل اللي هو لو انت وصل لحد تمانية يعني? مش من صفر لتين وخمسة وخمسين So, هم إما لو اعتمدتت من صفر لتين خمسة وخمسين اه هي نفسها لو انت اعتمدت مسلا بس انت لو شغال على ال رنج منتين وخمسة وخمسين طب لو انت شغال على تمانية يعبقى ايه Belarus بتاع كم بكم طب احنا لا weet sure C808 هو اي فرق بينها؟ على حسب انا انت شغال على كم بت بالظبط ايابقى الكام بت بت ايه تمانية配ل لو انت شغالة عربعة بيتتي بسستاشر لفل. لو انت شغالة على خمسة بيت. فكل ده على حسب ايه? على حسب الحجم بتاع الصورة نفسه. يعني الصورة نفسها متمثل البيكسل في كام لفل. يعني البيكسل نفسها بتمثل في كام لفل. على ديها على حسب ايه? الستورجي نفسها بقى. يعني مسلا اللي بيحكمك الجهاز بتاعك بيشيل قد ايه? الصورة دي تبعملها اصلا على كم على كم بيت وهكزا. فعشان كده ايه? قال لي هو عميم للفكرة. قال لي ال ناقص الواحد ناقص الار. طيب ال ال ديت اللي هي ايه? ده الليفل نفسه. الليفل ده اللي هو ايه مسلا? يعني اللي هو اللي هو البيكسل نفسها قيمتها كام. ماشي? او عشان تختصر الموضوع فانت ممكن تقول لي ايه? واحد ناقص الار. الواحد ده اللي هو اقصى حاجة. لو انت شغالة عمتين وخمسة وخمسين خلاص. هنشيل الواحد دي ونحط مكانها خمسة وخمسين. طيب في ناس بتراح دماخها وبتيجي تشتغل في البرمجة ثم احولها كل الميتين خمسة وخمسين الى واحد. وكل كامل اقل من كده في الرنج من زيرو الواحد. يعني ممكن يكون واحد من عشرة. ممكن يكون اتنين من عشرة داتها من عشرة. ففيه ناس بتعملت كده عشان ايه تراح دماخها فما تشغلش دماخها يعني بميتين خمسة وخمسين والكلام ده كل. فبتحول اي رنج عنده لزيرو الواحد وخلاص. عشان تشتغل على المعادلات سابتة زي دي كده. ماشي جيدة? صغير. هو دلوقتي احنا الرنج ده من زيرو للسبعة. اه. اه. صح? اه. لو احنا على تمانية هي تمانية ليفل يبقى من زيرو لسبعة. ايوه. طيب دي الاس ايه? الاس معناها ايه? الاس ده اللي هو البيكسل الجديدة بقى. البيكسل الجديدة هتساوي. اللي هو يعني اعلى قيمة عندي اللي هي مسلا اه. تمانية? ولا السبعة بتكون اعلى. لا لا. الالال ده اه اللي هو اعلى حاجة عندي اللي هو مسلا اه تمانية ناقس واحد عشان كده هيبة سبعة. ايوه. لما تمانيا لما نقص من التمانية واحد هيبة سبعة. السبعة ده اقصى حاجة عندي لان من زبادئ من زيرو سبعة. ماشي؟ والار? والار ده اللي هو كيمة البيكسل نفسها. كيمة البيكسل هنا كام. يعني انت مسلا عاوز اه مش كيمة دي دلوقت السودا ده هي. بقيت بضعة هنا كده? ايوه. ماشي؟ طب السودا ديت اصلا كميتها كام? فانا اعتبر ان هي زيرو. ماشي? ايه. يبقى دلوقتي لو قلت الاس بيساوي تمانية ناقص واحد. اللي هي سبعة. سبعة ناقص ار اللي هي زيرو. يعني سبعة ناقص زيرو. فتديك كام? تديك سبعة. ليه اقصى حاجة عشان كده الصورة هنا بيضة ايه? او البيكسل هنا بيضة ابيض. فتعال اشوف كده. اه حتة بيضة هنا كده. حتة بيضة طيب اه سبعة ناقص واحد سبعة ناقص السبعة اوه اه السبعة اه بديك زيرو فعشان كده بقت ايه بقت اسود هنا كده فاهمنا كده المعادلة يعني هو هو ده ده العبيتنا على البكسل? اه بالضبط ده ايه المعادلة دي المعادلة اللي بتطبق على البيكسل دي عشان تطلع البيكسل الجديد دي. فعشان كده ظهر الصورة دي بدل ما هي اسود كده. اتحولت الى بتاع. يعني الاسود هنا بقى ابيض هنا. والابيض هنا بقى ايه? بقى اسود هنا. تمام كده? عشان كده ده دي بتاع طيب تعالي نشوف الفنكشن اللي بعد كده. طبعا المسال ده يعني ممكن يجي لك سورة بالشكل ده كده. بيقول لك انا عاوز اظهر اللي هي البسيطة. اللي هي الحاجات الشعارات البسيطة اللي جوه دي. اظهرها ازاي? فممكن نطبق عشان كده بتظهر لنا ايه الشعارات بالشكل ده كده. طيب. اه بعد كده هتكلم عن طيب المعادلة بتاعت اللوج بتساوي اللي هي الجديدة هتساوي ثابت في اللوج واحد بلاس ار. الار دي اللي هي قيمة بتاع الصورة نفسها. طيب الواحد ديت ايه? برضو ثابت عندي. ماشي? عشان طبعا القيمة من زيرو زبعة فانت لازم تزول على واحد عشان توصل لتمانية. عشان توصل لو انت مثلا عندك بتاعك تمانية. فدي المعادلة بتاعتي. طيب المعادلة هدف بتاعها ايه? ان هي بقول لي ايه? يعني بتعمل ايه في الاخر? بتعمل طيب العكس بتاعها بيعمل ايه? طبعا بيعمل العكس? اه يعني بيعمل ايه? طبعا بتاعنا نشوف مثال. تم مثال اهو. دي صورة اتطبق عليها اه العرفة يعني ايه? عندك معلومة? طيب معلومة لكي بس مبدئيا كده. احنا عندنا اه نوعين اتنين من من الترانسفورم. يا اما اه اه يائما فريد ترانسفورم. اللي انت لسه متعلمه مش هو 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 اللوج الطبقية على الصور الاصلية. يعني عندك صورة اصلية بتطبق عليها عشان يطلع لك صورة تانية محسنة. طيب يعني ايه? ان انا باخد الصورة بطبق عليها حاجة اسمها عشان يطلع لي صورة بالشكل ده كده. الصورة دي قد فيها فيها الترددات بتاعت الصورة الاصلية. الترددات وليس وليس دي الصورة. نجيبش الصورة الاصلية. يعني مثلا مثال لو جبنا الصورة دي مثلا. مفترض ان الصورة الاصلية هي الصورة دي. ماشي? وانت طبقت عليها اه اللي هو ايه? اللي هو اللي هو فطلع الصورة بالشكل ده كده. الصورة دية بتاعني عندنا احنا في بتاعت الايه? بتاعت يعني بيقول لي اكتر بيكسل مركزة في الصورة فين بالزبط. فعندي مثلا اللي في النص ده اللي هو وهتمشي بقى شوية كده ديت هتبدأ لحد ما توصل ايه? الى طب الابيض اللي في الصورة دي بيمثل لي ايه? يمثل لي الحاجات اللي هي فيها في الصورة. ماشي? يعني الحاجات البيضة الصغيرة ده هيت اللي هي في ده هي. دي بيتمثل لي الحاجات اللي فيها ايه? في الصورة. طبع لما تيجي يعني او بتاع الصورة الاصلية ممكن تصور ممكن تكون صورة كات او بتطلع بالشكل ده كده برضي. يعني اي صورة بتطلع بالشكل ده كده. ماشي? فخليك بس عارفة دلوقتي معلومة. يعني هي هتمر قدام علينا ولزاي? اه اه هتمر. لانها موجودة عندك في الكتاب بتاعك. الهدف بتاعها ان هي بتحول الصورة الى بالشكل ده كده. بيبدأ بطبقوا بقى بيبدأوا يطبقوا عليها بعد كده معادية جدا. اللي هو بقى او 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 جاما او كلام ده كله. بيعدلوا في دي وبعد كده يعملوا حاجة اسمها فبيرجعوه للصورة الاصلية تانية. ايه الهدف من الموضوع ده اصلا? يبقى. يبقى انا انا ححول الصورة عن طريق الفورل ترانسفورم لصورة اه بقدر اتعامل معها كفريكونسز. اه. بعدين اعمل اي ترانسفورميشن مطلوبة اي ترانسفورميشن عادية. اه اي ترانسفورميشن عادية جدا كنت بتطبقها في الاسباشال دومين وبعد كده بحولها تاني الى ايه? بعمل انفيرس. بترجع زي ما كانت زي ما كانت بالفورل ورد بترجع للامج الاصلية. لا بترجع للامج الاصلية بس معدلة بقى. يعني ايه يعني ايه معدلة? يعني انا دلوقتي ما عملتش الانهانسمنت على الاسباشال دومين. ده اسمه ايه? الفريكونسي دومين. ماشي? لكن يعني ايه? ايه الفرق بين الاسباشال والفريكونسي? تعال اني رجع تاني. لو الصورة دي. اه بالزبط. الصورة دي دلوقتي في الاسباشال دومين. فلما اطبع عليها هيطلع لي بغضو في الاسباشال دومين. تمام كده? ده اسل حاجة. طيب لو انا عندي بقى ايه? عندي الصورة فيها مشاكل فمش هعرف احلها بالاسباشال دومين. فلازم تحولها الى الفريكونسي دومين عشان اعرف الفريكونسيز مركزها فين بالزبط. وببدأ اطبع عليها اي عادي جدا اللي كنت بطبقه في الاسباشال دومين. وبعد كده بعمل ايه? بعمل تاني عشان رجع على ايه? للصورة الاصلية. بس الصورة الاصلية انت رنجعتها ديت هتبقى ايه? يعني اتحسنت بالفعل. لان انت عملت فعلا وانت شغال على فريكونسي دومين. طب هل احنا حنعرف انه امتى حنستخدم اه حناني ترانسفورميشن في الفريكونسيز مركزها اقولك بها لما نجي في الشابتر بتاع الانسفور. لما نجي في الشابتر ده هيقولك فيه اسداب معينة مش هتعرفي مسلا تعملي في الاسباشال لو عملت بلورج في السباشال دومين الصورة بتبوص. طيب عشان احل الموقف ده لازم اروح للفريكونسي الاول عشان اتشوف الترددات بتاعة البيكسلز عاملة ايه? واشتغل على الترددات معينة مسلا. تمام كده? مم. فبيقول لي ان انت لما بتشتغل في الفريكونسي دومين ما بيوصف الصورة زي ما بتشتغل على السباشال دومين. فعلى حسب برضو ايه? على حسب اللي قدامي. فلما نجي لها ان شاء الله هتبقى ايه? هتتفهم بازن اللي يعني. طيب. لنيجي بعد اكدنى نتكلم عن الواBrowler Law. الوابور اللي هو او الجامة اللي هو ما بيستمaxisي الجامة. نفس الموضوع بتاع اللوج بالزر Post جgal. بس ايه? بفرق مختلف شوية. ان الجامة دي بتبقى اقل شوية بتاعة أقل شوية في عن اللوج. المعادلة بتاعتها انه هي الاس لها الاس ديت لها البكسل الجديدة. بتساوي السابت في الر اللي هو قيمة البكسل الصجامة اللي هي قيمة الجامة بقى كيمة الجامعة ديت بتبقى قيم زي ما انت شايفك كده اللي هي ممكن تكون مسلا من خمسة من عشرة اربعة من عشرة طيب هي قيمة اعلى من الزيرو او اقل من الزيرو بس فيه فرق ما يقول لي اتنين. لو بتساوي الواحد لو كيمة الجامعة دي بتساوي الواحد هتطلع لك يعني يعني هتطلع لك نفس الصورة الاصلية بالضبط. تعال بص كده. بص هنا كده في اللي في النص دي كده. هتلاقي الجامعة بكام? واحد. كيمتها بواحد. يعني لو اخدت قيمة الجامعة دي بواحد وجيت اطبق طبق المعادلة دي على اي على اي صورة هتلاقي الصورة هي نفسها بالزبط طلعت في الايه? في الاوبت. ما حصلش اي تغيير. طيب لو انا بدأت بقى ايه? ازود في قيمة الجامعة دي. لو بدأت ازود في قيمة الجامعة هتلاقي ان بتاعت الصورة بتاعتك بتقل. طيب لو بدأت اقلل في قيمة الجامعة هتلاقي ان بتاعت الصورة بايه? قصدي ايه العكس. بتاع الصورة هنا بيزيد? والداركنس هنا ايه? ايه اللي بيحصل فيه? الصورة بتزيد ايه? بتزيد في الدارك بس. تفهم كده? زيد بالدارك لو انا زبت من من الجاما. اه لو زودتنا فوق الواحد يعني مسلا هتلاقي هنا مسلا واحد ونصف. هتلاقي القيمة هنا ايه اللي بيحصل فيها? الدارك بيقل شوية. ماشي? لكن تحس ان الجزء اللي هو المنورة هتحس ان هو زي ما هو بالضبط او اللي هو الجزء ده كده. لكن الجزء اللي هو الدارك هتلاقي اللي ايه سبنا كده? اللي هو في الحتة دي. طيب لو انا زودت كمان شوية تين ونصف هتلاقي ان الجزء الدارك بدأ ايه? يقل لي اكتر. بس طبعا هتلاقي برضو الجزء اللي هو البرائت زي ما هو برضو. او قريب شوية من ايه? من الحالة اللي قبل كده. يعني هو مش هيزوت قوي او هيناقص قوي في البرائت. هو بيشتغل كل الشغل على مين? ها? على الجزء اللي هو الدارك هنا كده. بيقلل فيه بس مقدار قليل جدا جدا عشان ما بوسص صورة. فده افضل من النيجاتيف او افضل من آآ يعني التلاثفوميشن تاني عشان هتشوفوا برضو الاربط دلوقتي عن طرق صور يعني. طيب لو انا زودت دلوقتي بدل ما هو بدل ما زود بقى الجامة نقصت الجامة دي. يعني مسلا خدتها سبعة وستين من مية مسلا. هتلاقي ان هو بيعمل ايه? هتلاقي ان هو بيعمل برايت للجزء الدارك يعني بيعلي الجزء الدارك بيعليه شوية من مجدار الحتة دي كده. ماشي? تمام? الجزء اللي هو بيزوده حتة صغيرة كده. يعني كان واقف هنا كده. صح? ده كان الاساس. ده كان الصورة الاصلية. ايه. فبدأ يزودها سنة كده. اللي هو بحيتة دي كده. طيب لو انا لو انا كمان قللت كمان شوية في الجامة هتلاقي ان هو الجزء الدارك بيزيد قوي. بيبدأ يزيد شوية. والجزء اللي هو يعني الى حد ما بيزيد حاجة بسيطة جدا. فهو تحس ان هو بيزود بنسبة في الدارك وبنسبة مختلفة في ايه? في الجزء اللي هو العشان كده بتحس ان الصورة بتطلع لك ايه? بتبقى افضل شوية انك تطبق حاجة كده. انك تقول له واحد نايس على طول. هتبقى افضل شوية يعني الباور الباور لو واللوج افضل من في في الانهانسمنت. ليه? لان ايه اللي بيحصل فيها? بتقطع على طول. يعني لو عندك واحد هيبه زيرو. لو عندك زيرو هيبه واحد. ده في لكن في في اللوج. في اللوج والباور لا بيبقى في ايه? في سماحية شوية انه بياخد نسبة ايه? نسبة صغيرة من الدارك يخليها ايه? داركة اقل مسلا على حسب بقى انت ايه كوبة الجامعة دي كام. ماشي? تمام كده? مم. فرمنا ايه الفرم عند الوقتي? اللوج والباور فاللوج الفرم منها وما بين الباور ان اللوج الى حد ما بتكبر شوية او بتاع 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 هيبقى اعلى شوية من ايه? من الباور. تمام? طيب. الباور اللي هي مين? الباور لو ديت اللي هي اللي افنا جادة شغلناها دلوقتي اللي هي الجامعة اللي هي احسن من اللوج? هي مش احسن. هي اه لما بتيجي تشتغل على الصور بتعمل نفس نفس الهدف بتاع اللوج. نفس اللوج? بس ما بتزودش قوي في البرايتنس. طب تعرف من اين? علي كده بص على الصورة الاصلية. علي بص كده? هتلاقي ان الصور دي بتاعة اللوج. الكرفي ده بتاع اللوج اهو. ماشي? يعني لو خدت مثلا قيمة السابت اللي هنا هي نفس قيمة السابت بتاع الجامعة مسلا. هتلاقي ان اللوج بيعلي اكتر من مين? اكتر من الباور لو. يعني اللوج بيعمل برايتنس اكتر من ايه? اكتر من الباور لو. طيب لو خدت العكس. هتلاقي العكس بتاع الانس باور ده. اه بيقلل اكتر بيقلل اقلل من مين? من اللوج. ماشي? فهتلاقي ان اللوج بيعمل برايتنس اكتر من مين? اكتر من. واللي وطبعا العكس صحيح. يعني العكس الشتاء اللي كان ايه? صحيح. كمام كده? طيب تعالي نشوف بقى. لو عندنا مثال. هيقول لي ان بارلو لو عند صورة مسلا بالشكل ده كده. هيقول لي ان انت عندك صورة بالشكل ده كده. هيقول لي انا عاوز احس ان الصورة دي عاوز اشوف اشوف لو انت جده بصتي في الجزء ده كده هتحس ان فيه يعني الاسود طغي شوية على الابيض. انا عاوز بقى اشتغل على الاسود بس. اشتغلش على الابيض. يعني ما ما زودش قوي في الابيض. انا عاوز بس ايه? اشيل شوية من الاسود بحيس ان اعمله برايت شوية الى حد ما. تمام? فلما جوم يشتغلوا على الصورة ديت بالجاما بقيمة ستة من عشرة طبعا زي ما اتفقنا ستة من عشرة ديت ايه اللي بيحصل? بتعمل برايت. يعني كل ما يبقى قيمة اعلى من قصدي اقل من الواحد فبتعمل ايه? بتعمل برايت. يعني بيتعلي شوية في ايه? في جزء الدارك. تعالي بص بقى كده? هتحس ان الجزء الدارك اللي هنا بدأ يبيضي لحد ما شوية. فبتعلي اقليلي اكتر يعني لو قللتها لو لو هي هتعلي في الدارك يبقى هيغمق الدارك صاح? لا يعني لو اتعلي في الدارك يعني يعني الدارك هيبقى يعني هتنوره. هتنوره. اه بالزبط. هتفتح او هتعمل حاجة اسمها برايتنس لي ايه? ماشي? فالقيمة كل ما تكون. معناها لما بتكون اعلى من الواحد بتزيد الدارك. اه بالزبط. اعلى من الواحد بتزود الدارك. لكن اقلل من الواحد بت ايه? بتقلل في ايه? بتقلل في الدارك. او بتعمل برايتنس. اه. بتشتغل على الجزء اللي هو الدارك بس. ماشي? عشان كده هتحس ان ايه? هتحس ان الجزء القابلت هنا كده. طبعا الطبقة على الصورة كلها. بس هتحس برضو ان الجزء اللي هو الابيض اللي هنا كده تحس ان هو زي ما هو هنا كده. ما تعدلش قوي. بس الجزء الاسود يعني مسلا لو جيت تبسطيه حتة دي كده. الجزء حتة ديت فيها حتة سودة كده. ماشي? لما جيه يشتغل على هنا كده يزبطها شوية. بس طبعا ما بوصل حاجة في الابيض. يعني نساب الابيض زي ما هو. هو بس ايه يشتغل على الجزء اللي هو الدارك بس. تمام كده? طيب لو احنا لو احنا جينا اغيرنا كيمة الجامع بدل ما هي ستة من عشرة ثلاثة من عشرة. هتحس إن الصورة بقت اوضح اكتر. ليه? لان احنا نقولنا دلوقتي كل ما بنقلل قيمة الجامعة. كل ما ببيحصل حاجة اسمها اهتداءة اكتر لجزء اللي هو الدارك الجزء اللي هو المزلم ماشي? فتحس انped الصورة بدأت اتحسن اكتر. طيب لو خلينا اربعة من عشرة. دي اعلى من تاتة من عشرة. فتحس ان التلاتة من عشرة دي افضل من من? افضل. افضل من الاربعة من عشر. بدية فايدة مين? دي فايدة الباور لو. وده اجزامبل على اه مسال بيوضح لك ايه 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 فايدة ليه الباور لو. طيب تعال هنشوف مسال تاني. بس مسال على مين? الجاما. نفس الموضوع يعني هو هنا برضو نفس الموضوع نفس الاجزامبل بصابت بس على صورة مختلفة يعني. فخلاص نعتمد. الجاما مش هي الباور لو? الجاما هم بيعتبروا الاتنين واحد يعني بتاعي بص كده لو قدت جيتي للباور لو ديت. مهم هو قيمة الجاما ديت اللي هي القيمة دي. دي. اه. اللي هي البتاع دي. فهم الاتنين اصلا بيرمزوا لنفس المعنى يعني عشان كده بيقول لي هنا الباور لو هو الجاما. هو الجاما ترنصفه ماشي. في في التايتل نفسه. فهيا هي. هاده نفس الموضوع بالزبط بس على حاجة كده ايه فهى رينجي دارك على رينجي ابيض يعني. فخلينا خلاص ناخد الموضوع ايه? اه بالارقام ده ستة امان عشرة ده ستة امان عشرة. اه خلاص اني بنا فهمنا دلوقتي كل ما بنقلل في قيمة كل ما تكون اقل من واحد كل ما بيحصل اه كل ما بنزود اعلى من واحد كل ما بيحصل ايه? دار اكتر. تمام. طيب. تعال بقى دلوقتي نشوف طبعا ده اه اللي هو الشرح بتاع الهو بقى هو بيقول لي ازا بروسيس ازا تكسباند بس طبعا انا قلتلك الفرق ما بين بيشتغل على جزء واحد فقط. يعني بياخد جزء بتاع الصورة اللي في النص ده مسلا كده? ويقوم زود بتاعته لحد ما يوصل للفول ايه? للفول رينج. تمام كده? فنفترض ان ده مسلا في الرينج من اتنين لحد خمسة مسلا وانا عاوز اتخليه كله من واحد لحت تمانية. فبدخل على عشان يعمل لي ايه? يعمل لي استريتش ده. كلمة استريتش دي معناها يعني كأنك بتموت حاجة كده. فعشان كده هم عمل لها مط بالشكل ده كده. بمزودها شوية. ده اللي هو التعريف بتاعه. اللي هو بتكبر بتاع الرينج بتاع الانتنسي لتعريف ان اميج سوى ايه المنزل بان سوى اتخليه في الانتنسي